السلام عليكم لا تغفلون عنها ترى مرة أنا يعني عن نفسي لحظت لها تأثير قوي جدا على النشاط وعلى يعني على النفسية وأيضا بعد يبنات أيضا يبنات في ذكر سبحان الله قبل النوم تذكرين الله يعني تسبحين الله 33 تحمدين الله 33 وتكبرين 33 هذا بعد يبنات مرة لأثر سبحان الله بالقوة والنشاط وهو ورج في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءتها فاطمة تشتكي من أنها يعني أو فيما معنى يعني الحديث أختصر مرة أنها تشتكي من أن ما عندها خادم وكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أنها تذكر الله وسبحان الله كان لهذا الذكر أثر جدا مرة كبير على نشاطها وعلى أنها استغنت عن خادم سبحان الله المومي بنات هذا بالليل عشانا ليلة السبت يعني قلت بسوي العيالي خبز شورمة مرة يا بنات طلع روعة روعة ما شاء الله الخبز هذا اللي اسمه خبز الصاج وما شاء الله العجينة مرة سهلة وبسيطة يعني بس هي دقيق أبيض ثلاث كاسات حطيت وحطيت معاهم شوية ملح وزيت وعجنتهم بالموية والعجينة ما تكون قاسية يا بنات ولا تكون لينة وسط وبعدين خليتها ترتاح ربع ساعة وبعدين كورتها كور ونفس الشي خليتها ترتاح شوي وبعدين بديت أسويها والدجاج يا بنات أنا أجيب الدجاج شورمة غالبا يعني أجيب الدجاج شورمة الجاهز مرة لذيذ الوطنية ورضوة كلهم مرة لذيذين ونجيبهم شوي اللي يجيك حار حسيتني عيالي أنا يحبون أكثر يجي فينكها مرة لذيذة وبعدين زي ما تواب شايفين مشا الله كيف في العجينة فيها بركة يعني تقريبا يمكن سوت لي أبار عشرين حبة من الخبز فردتها يعني تقريبا خليتها سمكة واحد سانتي ومرة مشا الله يا بنات نفخت الخبزات وطلعت مرة روعة وشهادة عيالي عد مرة أعجبهم الخبز وقالوا خلاص ما عدنا بيه الشورمة الجاهزة وعدنا دايما صراحة أسوي الشورمة بس قليل مرة أسويها يعني أنا الخبز أسوي الخبز لأنه صراحة متعب يعني العجين وتفردين وتسوين فدايمن أنا أجيب خبز الترتلة وحتى في الأونة الأخيرة صرت ما أجيب خبز الترتلة أجيب خبز من يكون طازج مرة الخبز حتى عند أفران الحطاب عندهم خبز خاص للشورمة ومرة بعد جبتها من سواق المزرعة نفس الشي خبز يكون مرة رقيق وهو خبز يعني مفروض واخذ الحبات الصغيرة ومرة يطلع لذيذ بس اليوم قد خليني أجرب الوصفة هذه ومرة ما شاء الله طلعت حلوة وله وبلاد من بعد تحطون فيها الدجاج ممكن تحطون فيها شيئا ثانية مثل زعتار ولبنة ويعني تحشونها اللي انتم تابون وبس عاد بديت عد سويت العيالي بعد هذا الطلب والسونة هذا بعد يا بنات الميونيز الياباني مرة روعة يهب المرة عجبنا أحسن لو بتجربونا خلاص بعد انتم استخدمين الميونيز العادي اللي هو اللي عندنا حنا جبناه من بندة اسمه ميونيز ياباني ما شوف عليه اسم يعني وكذا حتى نرميت الكيسة اللي كان صورتها لكم بس حطيت عاد الدجاج حطيت عليه بطاطس والميونيز طبعا كل اللي طلب اللي يابي شطة واللي يابي مخلل واللي ما يابي ميونيز تعرفون عاد الله يغين اذا كنتوا جداد حبيبا القناة لا تنسون الاشتراك وفعلوا زر الجرس ودعموا قناتي بلايك الله يسعدكم يحفظكم من كل شهر اشكركم بعد يا بنات كلكم على كلامكم الحلو وحيي بعد المتابعين لتدد مرة انا سعيدة بكم ومرة انبسط لما تشاركوني في الكومنتات اراءكم خلاص هذا حين شورمت وصن صارت جاهزة هذا كان عشانا نجي عاد من بكرة زي ما قلت لكم يا بنات انا دايما اوزع الاشغال عشان ما اتعب فاليوم قلت خليني يغسل القلاية الهوائية وانا شفت شفت مقطع عن طريقة تنظيف القلاية الهوائية حطيت جربتها والله وطلعت مرة ممتازة خصل الدهون اللي جوه حطيت بيكربونات الصوديوم حطيت خل وحبة من صابون حق غسالة الصحون وبعدين شغلت عليهم القلاية خليتها تقريبا ثلاث دقائق كذا على حرارة مية وثمانين وبعدين بعد ما طلعتها خلاص بس مسحتها بفوطة وطلعت مرة مشاء الله تلق وبعد نظفت لي ثلاث تقريبا من دروج اليوم عاد كل شوي يعني سبحان الله إذا كنتوا زي كل سألها يعني أنجزت شي كنت كل شوي أفتح المكان اللي أنا نظفت يعني أحس بالإنجاز والثلاجة لما نظفتها لما نظفتها كل شوي ونفتحتها هذا بعد درج الملاعق الثاني نظفتهم كلهم طلعتهم وغسلتهم وغسلت القاعدة حقتهم بصراحة بصراحة بناتنا صايرة مرة أتعجز أشيل الحامل فصرت أشيل الجوال وأصور يعني بعض الفقرات يعني تروح بعضهم أنسى لأرص الزر حق التصوير وحالة عادة أنتم أستروا ما واجهتوا بعد اليوم نظفت سلة الخبز طلعت الأشياء القديمة وخلاص حدا نظفتها بنات والله كل هذا اللي أنا سويته ما أكمل معي ساعة قبل ما أبدأ بالغدا أنا كنت يعني بديت بل سويت لبس قهوة وبديت نظفت هذه التنظيفات بسرعة يمكن ظهر ما أكملوا ساعة مدى مني أجهز للغدا بعدين خلصتهم وبديت بالغدا سبحان الله تحسين بسعادة وتحسين بالإنجاز لما تسوي لو شي بسيط في البيت ترى بنات مو بس أنا أحفزكم ترى أنا أحفز أنتم تحفزوني يعني لما أصور لكم أتحمس مرة أقول يلا اليوم شبه زي نشان أصور لليوتيوب يعني مرة صراحة أتحمس أنا صرت يعني زاد حماسي مرة بعد ما صرت أصور لليوتيوب بعدين بديت بالغدا اليوم قتب أسوي إيدام الباميا باللحم والبطاطس أول شي أنا لازم أسلق اللحمة قبل يبنات ما تتخيلون شلون يصير الأكل خفيف يعني ذكي اليوم أنا سويت قرصان يعني ما تتخيلون شلون القرصان طلع خفيف ما كان مو بزي أول أول كون يطلع مرة ثقيل لكلت قرصان يعني مرة أكون ما أقدر أكل واجبة بعدها لكن إذا ما حطيتوا فيها دهوم كثير أو سلقتوا اللحم وشلتوا منه الشحوم وكذا مرة يكون خفيف الأكل فأنا مرة اعتمرت هذه الطريقة لا يمكن أحط اللحمة كذا بالشحم والدهن لازم أسلقها تقريبا ربع ساعة قبل وبعدين أضيفها للوعد الطبقة اللي أنا بسوي خلاص هذه سلقتها شوي حطيتها على الكشنة أضبت لها الملح والبهارات وأحب أضيف لها كمون الكمون يعطي الإدمات نكهة مرة لذيذة والكزبر الناشفة وبعدين نضيفت عليه الموية الحارة أنا يا بنات ما أفضل أحب ما أفضل الطماطم أحب معجون الطماطم يعطيني النكهة حلوة ويعطي الإدم ثقل وإذا حبيت أن تكون مرة ثخينة أضيف كثر المعتون وخلاص هذا بعد ما سويت معه رز أبيض هذا يعني من الأوجبات اللي يفضلونها مرة عيال إذا كنت بسوي رز لازم أسوي مع إدام وبس هذا هو يا بنات ما شاء الله صار جاه تسبك وصار ثخين ويهبل وبالعافية عليهم وهذا الرز بعد ما شاء الله صار جاهز مفلفل وياخذ العقل ما شاء الله وبس يا بنات هذا نهاية فيديو اليوم أرجو أنكم تكونوا استفدتم واستمتعتوا لا تنسون الاشتراك حبابي بقناتي ودعمي ودعم فيديوهاتي بلايك شوفكم فيديوهات قادمة وإلى اللقاء وإلى اللقاء